ايه رأيك في الرابط اللي بيحصل بين الناس او بعض الناس دقاتي يقولك كيبت انا بجلل في اختبار يوم الحد الجاي مع برامز قدام بازمبي لو صعد فخلاص يبقى اختيار جايد لو ما صعدش يبقى الاختيار مش جايد لمنتخب مصر رايك ايه في الكلام ده لا طبعا هو الكلام ده مش منطق لان خلاص هو الراجل تم اختياره والراجل تم تقديمه فخلاص الموضوع منتهي هو الراجل هو مدرب منتخب مصر فكرة ان اتحاد الكرة بالتشاور معاه او بالاتفاق معاه هو وبرامز اتفق انه هو يقود برامز ضد مازمبي دي مالهاش علاق وانا نفسي شايف ان دي كانت خطوة غلط لان ضرت كابتن ايهاب جلال وضرت برامز لان برامز في النهاية اتعادل مع مازمبي توشت خطوة انه يبقى مع برامز بعد اعلان اعلان تعيين ورسمي هو كان لازم يبقى فيه انا بصراحة حسيت ان انا ما اتكلموش في التليفون يعني انا اكيد اتكلموا بس انا اقصد اقول ان الوضع وفكرة الاعلان سريعا قوي لان ان انت تبقى بتحاول تفاوت كيروش مثلا يوم السبت وبعد كده تروح تعلن كابتن ايهاب جلال يوم الثلاث حسيت ان لا يا جماعة كنا محتاجين نقعد مع الراجل ونقول له خطتك ايه ويه الاسماء اللي انت عايزة تكمل وتمشي ويه الاسماء اللي انت عايزة تضمها جديدة وبعد سنتين ثلاثة هتبقى بتفكر ازاي وهتعمل ايه هتعمل ايه في طريقة لعبك اللي محتاجة تحفيز ومحتاجة استمرارية انت او كابتن ايهاب جل اول مرة يضرب منتخب فالنهاردة لما انت تعلن ان كابتن ايهاب جلال حيبقى مدرب المنتخب يوم الثلاثة وهو عنده مطش مهم جدا ضد مازينبي يوم الحد اعتقد انها كانت ظلمة لكابتن ايهاب جلال وظلمة البرامدز لان لو تفتكر يا كريم احنا هنا في نفس المكان ده كنا نتكلم عن ان برامدز السنة دي ماشي بشكل كويس جدا قبل مباراتي الاهل والزمالك اللي وغسرهم ماشي بشكل كويس جدا وعنده سعي ان هو يفوز بالكونفدرالية ويمكن البرنامج بتاعنا هنا انفرض بان برامدز هيقدم عرض لاستضافة نهائي الكونفدرالية وده اللي حصل بعدها فبرامدز سعي ان هو يكسب سنة دي الكونفدرالية ويماشي بشكل كويس سواء كان ماشي وقتها في مرحلة المجموعات وقتها ما كنا نتكلم وبعد كده حتى كمان يعني باستثناء مباراتي الاهل والزمالك حتى كمان يعني انا مقدرش اقول ان برامدز كان سيء جدا فيهم او ان برامدز ما كانش ند بند بس في النهاية الفريق ماشي بشكل كويس عنده اهداف فهدفه كان هو التتويق بالكونفدرالية انا شايف ان ده كان ظالم لكابتة انقهاب جلال الاعلان سريعا من غير ما انت ما تقعد معاه وتتفق معاه واكبر دليل على كده انه حتى كمان في المؤتمر الصحفي بتاع برامدز بيتسئل برضو عن منتخب مصر فبيطلع منه تصريح انا بشوف انه تصريح يعبر عن انه هو تحت ضغط كبير جدا لان ولا دي شخصية كابتن اهاب جلال ولا دي التصريحات اللي احنا متعاوين عليها الشخص الهادئ الذي لا يدخل في معارك جانبية تماما ودي واحدة من اكبر مميزات الكابتن اهاب جلال بالمناسبة ان هو شخص ما بيخش المعارك ديت وما بيسمعش وما بيشوفش وما بيركس مع اي حد فحتى لما يتقلي النجد والهجوم هيأثر عليه وقلت لا مش هيأثر عليه عشان هو مش من الناس اللي بتنشغل كتير بالكلام ده فالتصريح ده انا بصراحة وانا بتفرج عليه قلت الراجل ده تحت ضغط مفهومة جدا الراجل ده غير من طريقته في الردود غير من شخصيته ويبقى ده معناها انه هو ما كانش مركز مع بيرامز قبل المتش كان قاعد بيتفرج الناس بتقول عليه ايه في التلفزيون السوشال ميديا بتقول عليه ايه رأي الجمهور بتقول عليه ايه فكانت النتيجة ان بيرامز اتعادل مع مازمبي رغم ان مازمبي السنة دي من اسوأ النسخ والمصري فاز عليه في مصر 2-0 في مرحلة المجموعات لكن على ما لعبه انت ما تضمنش اي حاجة على ما لعبه انت ما تضمنش اي حاجة خالص اشتركوا في القناة